بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين الكرام عملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم كريم الهنداو السعودية الجوازات تحدد الفئات المعافاة من الرسوم والغرامات لكن قبل ما نروح للتفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو تشجيعا لنا حتى نستمر في نشر المزيد الجوازات تحدد الفئات المعافاة من الرسوم والغرامات اعلن مدير عام الجوازات في السعودية اللواء سليمان ابن عبدالعزيز اليحيا امس الجمعة ان حكومة المملكة اصدرت عدة توجيهات تنص على اعفاء بعض فئات الوافدين من الرسوم والغرامات وقال اليحيا الفئات المعفاة من الرسوم والغرامات تشمل الوافدين الذين لديهم اقامة سارية المفعول وغادروا المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يتمكنوا من العودة وانتهت اقامتهم او انتهت صلاحية تأشيرتهم وأضاف تشمل الفئات المعفاة كذلك المقيمين داخل المملكة الذين اصدروا تأشيرة خروج وعودة او تأشيرة خروج نهائي ولم يستفيدوا منها اضافة الى الوافدين الذين قدموا للمملكة بتأشيرة زيارة سواء لأقاربهم او مهمة عمل او اداء امر معين ويرغبون في المغادرة ولم يتمكنوا من ذلك فهذه من الامور التي اجبرتهم على البقاء من جهتها دعت المديرية العامة للجوازات الجميع لاستقاء الاخبار المتعلقة بالجوازات من قنواتها الرسمية لتجنب نقل معلومات غير دقيقة وقالت في تغريدة على تويتر تجنبا للشائعات او نقل معلومات غير دقيقة نرجو من الجميع الحرص على متابعة الاخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية وذلك عبر قنواتها الرسمية كان معكم كريم الهندوي قدمنا لكم خبر جديد ياريت ما تنسناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة